إجراءات تأديبية اتخذتها السلطات الموريتانية بحق النائب المعارض في البرلمان محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بعد اتهامه بتجريح رئيس البلاد محمد ولد الغزواني النيابة العامة في ولاية نواكشوت الغربية وجهت للنائب البرلماني توهم نشر الإساءة والتجريح بحق رئيس الجمهورية وأحالته إلى قاد التحقيق مع طلب بإيداعه السجن لكن قاد التحقيق في ولاية نواكشوت الغربية رفض طلب النيابة العامة إيداع النائب محمد بوي في السجن غير أنه قرر وضعه تحت الرقابة القضائية مع إلزامه بتوقيع الحضور مرتين أمام الشرطة وعدم الخروج من العاصمة نواكشوت إلا بإذن من القضاء وتأتي ملاحقة النائب المعارض محمد بوي قضائيا بعد أن صدق البرلمان الموريتاني السبت الماضي على رفع الحصانة عنه خلال جلسة قاطعها نواب المعارضة واعتبر النائب محمد بوي استدعاءه من قبل الشرطة بأنه يفتقد للأساس القانوني وأن قرار رفع الحصانة عنه تم من طرف الحزب الحاكم فقط وفي أول تعليق للحكومة الموريتانية على ما جرى قال الناطق باسمها إن رفع الحصانة عن النائب ثم متابعته قضائيا تدل على أن موريتانيا هي دولة قانون على حد تعبيره معنا من العاصمة الموريتانية أستاذ القانون بجامعة نواكشت سيد أحمد جدو أحمد جدو أهلا مرحبا بك بداية كيف تقرؤون ربما قرار القاضي رفع الحصانة أو قرار القاضي برفض السجن النائب والاكتفاء ربما بالرقابة القضائية وهذا القرار هل هو قرار نافذ لرجعة فيه أم هو معرض ربما للطاعن من قبل أنياب العامة أولا أشكر قناة الحرة على الاهتمام المغاربي والاهتمام بالشان الموريتاني شكرا بالبداية أولا السجن ليس أصلا إنما هو استذناء بالتالي يمكننا أن نقول أن الاعتقال الاحتياطي استذناء وليس أصلا الأصل دائما حرية المتهم بالتالي يمكن أن نقرأ قرار قاضي التحقيق من الناحية القانونية ومن الناحية فقه أو صناعة التشريع الجنائي يمكن أن نقول أنه قرار سليم من الناحية التأسيسية للناس القانوني بالنسبة لهذا القرار جميع قرارات قاضي التحقيق يمكن أن تطعن فيها النياب العامة أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف وهذه الغرفة هي التي يحتكم إليها في إطار مرحلتي البحث والتحقيق وهذه الثنائية جعلت ضمانا من ضمانات المتهم من الناحية الإجرائية وما المتوقع في حالة النائم محمد هوي؟ تطعن فيه أمام الغرف أولا قبل أن ندخل في المتوقع يجب أن نبدأ من البداية هل رفع الحصانة عن النائب من الناحية الدستورية يحترم المصادر القانونية أم لا؟ نجد أن هناك رأيين المادة 50 للأسف فيها خلاف دستوري هل يمكن أن نقول أن الحصانة مطلقة لأراء النائب تحت قبة البرلمان؟ أم أن أي مخالفة قانونية للنائب تحت قبة البرلمان أو مخالفة لنص إجرائي أو نص موضوعي يجرم فعل معين؟ هل يخرج هذا من نظام الحصانة؟ وبالتالي المادة 50 قالت آراء أو تصويت وهل بالتالي انقسم الفقه الدستوري هنا هل يعتبر ما قاله رأي أو أنه مخالفة قانونية؟ وهل الحصانة تشمل أيضا حمايته من نص الذي يكون مجرم أم لا؟ بالتالي هناك خلاف هل المتابعة قانونية أم ليست قانونية في الأصل؟ وهل هي مخالفة لروح الدستور أو لنص المادة خاصة المادة 50 كانت صريحة جدا في إطال المتابعة ولكن هناك خلاف في قراءتها من ناحية الفقه الدستوريين هذا الخلاف يكون دائما الحل فيه قضائي أنا أسألك كذلك في إطالة مواد الدستور نسمحك سيد أحمد جدو قرار وضعه تحت الرقابة كذلك جاء بحسب مراقبين وبحسب محللين هناك تطبيق للمادتين 263 و264 من القانون الجنائي من مواد المساس بالأخلاق الخاص بالإعلام والصحافة في هذه الحالة لا تنطبق على أحمد جدو وبالتالي هل هذا القرار قانوني لا لبس فيه؟ بالنسبة للنيابة العامة لها تأسيساتها ولها رؤيتها القانونية بالتالي هنا وجد قضاء التحقيق من أجل أن تكون هناك جهة أخرى توصل للقضاء بحث قانوني مستقل عن بحث النيابة العامة بالتالي هذه الثنائية هي ما تضمن للمتهم ضمنات معينة القضاء هو الفيصل هل النيابة العامة على حق؟ وهل المواد التي أسست عليها تكييفها لتوقيف النائب ورفع الحصان عنه؟ هل هو سليم من ناحية القانونية؟ لا، القضاء دائما هو الفيصل وأيضا الفيصل في اختلافات الفقهية في تفسير المادة الدستورية بالتالي اجتهاد القضاء هو المناطر الحقيقي لمعرفة النصر القانوني ووضعه على المحق وأيضا وجود الاختلالات الموجودة فيه ومعرفة أرضية تطبيقه وكيف يطبق وما هو الفهم النهائي للنصر لأن المشرع كقاعدة عامة لا يخطيه ولا يقول الحشوة ولا يقول كلاما غير نافع حسب الفرسفة العامة لصناعة التشريع النصوص القانونية بشكل عام ليس لدينا طناع واسع عليها في موريتانيا لذلك نستضيفك سيد أحمد جدو وسألناك بخصوص هذه الأحكام التي تعرض إليها النائب وتحديدا ما ذكرته لك تم ربما قرار وضعه تحت الرقابة تطبيقا لمواد المساس بالأخلاق الخاص بالإعلام والصحافة قلت لك هل أو سألتك هل هذا قانونيا ودستوريا لبس فيه في موريتانيا؟ هذا من الناحية الإجرائية سليم جدا لا لبس فيه لأنه من ناحية هذا من صلاحيات النيابة العامة أنها تكيف الفعل وتضع الفعل وتتهم الشخص على أساس مواد معينة هذه المواد من سيحكم في صحة هذا التكييف لا يحكم فيه غير القضاء يحيل لقاضي التحقيق لتعميق البحث وأيضا هذه الثنائية كما قلت لك وجدت لضمانات المتهم قاضي التحقيق هنا طلبت منه النيابة العامة الإداع في السجن لكن قاضي التحقيق لديه نصوص أخرى تحكمه لديه أن الشك يفصل لصالح المتهم لديه أن السجن ليس أصلا إنما استثناء بالتالي هذا القاضي اختار أن يذهب للأصل وهو الحرية وأيضا الحرية يمكن أن نقول عن طريق المراقبة القضايا عن طريق التوقيع وبعد ذلك سنجد ما هي قرارات قاضي التحقيق يمكن أن يحكم عليه بالبراءة أي أنلا وجه المتابعة ويمكن أن يحكم عليه بالإدانة حسب الإحالة للنيابة العامة بعدها تحيل للقضاء الجالس ولكن قرارات قاضي التحقيق كما قلت لك هي معرضة أيضا للطعن من أجل النيابة العامة النيابة العامة يمكن أن تطعن في هذه القرارات أمام غرفة الاتهام ومحكمة الاستناع بالتالي هذه القرارات كلها غير نهائية القرارات النهائية في موليتانيا هي القضاء الجالس أو القرارات التي انتهت الآجال للطعن فيها كل شكر لك أساد القانون بجامعة واكشوت أحمد جد شكرا لك سيدي ترجمة نانسي قنقر